بعد حصولها على درجة الماجستر من كلية الفنون الجميلة ببغداد وصلت الفنان العراقية كارمل علي عملها لتصبح أول محاضرة في قسم النحط بالكلية منذ سنوات وتقول كارمل أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجهها في حياتها من الناحية المالية والأسرية وكذا كونها مرأة ودورها في الأسرة إلا أنها تمكنت من العودة لشغفها وحلمها العودة للفن كانت مثل العودة إلى شيء أنا أحبه وجدت به نفسي أنه شيء يمثل داخلي فهذا اللي خلاني أرجع للفن أول شيء كانت أول خطوة ورجعت بها من ناحية الدراسة أكبرت الدراسات العليان الماجستير بهذه الكلية رغم صعوبة الوضع ورغم التحديات وكانت كارمل أثناء الدراسة واحدة من الطالبات النادرات في قسم النحد إلا أنه كان من الصعب سابقا في المجتمع العراقي الأكثر تحفظا أن تحقق النساء حلمهنة وتصر نحاتات لكن الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر